الله رأيك ريشان أكبر ريشان أكبر صحابي حول ريشان أكبر صحابي حول ريشان أكبر الطهرم يسوم المدعو سبيسيفيك الثوري والمناهض والمعارض للنظام القائم في يمات بودفريقة والبرلماني اللي كان يقلب البرلمان بحكايات غير باللسان غير باللسان غير باللسان ضد البوشوارب هو كان زيبا غير على البوشوارب وراه حركي وراه حركي وده كان معروف وانا كنت رسلته قلت له انت بصيفتك برلماني أرفع دعوة لعميد قضاة التحقيق تطلب منه فتح تحقيق حول الأملاك اللي يقسبها بوشوارب في فرنسا وتكلمت عنها وعمار سعداني سمعت وجماعة أخرين افتح انت كبرلمي اطلب ماشي جيت تبلبل تبلبل ما نشريك انت عندي حق احنا ما عناش حق لما رحنا نرفعه دعوة نعم شيت عندنا فوكالي انهم مالكين فراسة كي راح نعم قليفة شتا متضرقت وانا جزائري متضررين يا عاش قالك لا امام القانون ما يخش متضررين واربعين مليون متضررين ماشي غير انت ومشى معايا واحد خبيث يقوله بفراش مشى معايا عند محامي باش يدي الخبر لسيادهم بعد وزا مادعه راح بالي راح توا ضد هذا الاخر وقد دعو مننا وانا فاهمه انه كاي معايا دعوة عبد الرحمن فاهمه ديتم معايا رواح بس دعوة سخونا انا كل شي انا علمنا عليه انا كنت علمت عليه نعم فراس يسر دعوة تهرميس و بعث حث النا كل البرلمانيين اللي يتلغبوا يحلو فهم قرية وردي الحكاية ما هيش في الغبيب ما هيش في الهضرة رسميا انت عندك الحق انت يجوز لك انك تطلب من القضاء الجزائري مش يفتح تحقيق وعداش تلغب هي لانهم كلهم فيهم التخ كل فيهم التخ مصخين كلهم سابروحوا حتى هو في الحكاية تعليق اساماس 3500 عشر من اساماس ساعد بودفريقة اللي فيهم بتليفوني مد في اوامر باش ياخذوا تسحيلات تدور الرجال امان منهم الاخوان قولي ناف افتح خوت عبي احداد مع كاملة المراد العلميه محطوش روجة بدينو من الحساب المراد العلميه وصحيبه ومدرخوا الله ماليش لي اخر هذا نصيبه سبيسيفيك سبيسيفيك واش داوتو ترمسوه داوتو انو معروف عندو حلباب في مدية وزيته الحبيب عبز الناس يحكو هانديو درعان اوش بزنس ما هان دي البيزنس هاندي وزين تالحليب هذا الشيلي معروف عليهم بواقع لي عندو حواج اخرين في الغرب نظن عندو حواج اخرين في الغرب المهم احنا عبسوا عن الوزين هالكو وزين تالحليب اقترح عنيه تحكوت يبدل هالو بشريكة في فرنسا في نيم تكاتبوه بمبروين ما داروش يعني ما كتبوش عند يعني موثق ممشوش عند موثق ايه تحكوت تحكوت بعد بدل بحل واحد اخر يقولوه مسلك مختار مسلك هدا عندو شوروم في وارل من عام 2015 كراه التحكوت تحكوت اقترح عليه بدلوه معاه في 2018 المهم تحكوت مكره اثنان محاكمة باللي باق لهذا مسلك واسمه يقول باللي تحكوت ومسلك تحايلو عليه ومحا بالتالي مداش عندك شركة تعنيم مع العلم انو الشركة تعنيم سمعت فلالشركات هدو مدى كان ثلاث شركات كان ثلاث شركات في نيم حاب يديهم سبيسيفيك يبدرهم باللوزين نوزينته على تحليب دياله هاد شركة هدو عليهم مديونية بمئة الف ايرو كيفاش انت تبدل مصنع تحليب بشركات مفيضة مفيضة شركة هدو وبعد قرى متحايلوا عليها وكذا ويكملها السيد اثناء المحاكمة والله يعني يردد فيه شعارات تالح يراك يقولوا كليتوا البلادي السراقين ويعايد كليتوا البلادي السراقين حتى ولات الجوجة قتلوا اريح مارك شنا في البرلمان لانا في البرلمان ما في بل بل ما معنى انت جيت بل بل تتف في الشعب ولاعبها زمارك ثوري ومعارض وغذاء ومنها وفي نفس الوقت تحب تبدل الشركة تحليب في المدية وناجح على بسعرية تدخلك في الدراهم تبدلها بثلاث شركات فالسا في فرنسا ومنين رح تخلص المئة الف ايرو اللي عليها دين وكاتبها باسم هو مكتبها كان نراح يكتبها باسم مرتوب لاجم بشويقا بعيد منين جاوك تدراهم باش تبدي نعم تبدي تديوزين فالسا في مئة الف ايرو مساعدين لثلاث شركات مساعدين مئة الف ايرو منين رح تخلص وكش رح تمشيهم ها يلي كان ترافيك هذا تبيض الاموال انك تعطي شركة هنا وتأخذه حدال ايه في فرنسا تبيض اموال انه شركة بدران تخلص وزيد نحن نشوف كفاش ربي عماها لانه التحكوت مكتبلوش مداش عن الموثق ومدالوش شركة واقلا لا التحكوت وهذا يا مسلك مختار هدو حبو يخليوني ويديولي شركتات عمديها وانتا وجدك اطمع بابور وظهرت هذه المحاكمة زمت سائر بودفريقا مع رجال اعمال والتي تمحاكمة ما بين الاطراف اللي حكموا فيهم ما بين سبيسيبي كون تحكوتهم سلك المختار و واحد اخر ثاني معجوز هنا في بعضهم ثم تحكموا فيهم على وشده والشعب لا تحكموا فيهم وشده وفي بعضهم هادي زيب ما كملوش محاكمة ساعر بودفريقا وتحكوتو وعلي حدادو ما كملوش هي قد دول السراقين الأخرين إلى حد الآن الأملاك بتاع والساريخات بتاع أنيسا رحماني مثلا ولد القومي اللي استفاد بدون حق اسمات من الأرض في سيد الحمدي بنا عليها ثلاث أبراج واحدة ديرها التليفزيون واحدة الجاريدة وبرج الأخر كاري بستة وثلاثين ألف أورو لشهر يقبضون في فرنسا وشالي في فرنسا أبارتمو في الدساتير أرانيسمو وفي جنويلية عندو الآخر الآخر يقبضون فيلا كما يقول ما دعملوا ما حكموا عليهم ما حكموا غير على الحكاية أنه حبي يعرقل انتخاب تبون هذا مكان مفروض الاستفادة فوق لازم وزيد لما تجد حكم تحكوه على وزينة بينه بين مختار و ترميسهم لماذا تحكموا أي طول المقدم اللي لانسا الجاريدة نهارا الزيقو لانسا تحكوه إن في هذا الوقت تحكوه دخل دي بيس قدم ما تقدرش يخرجهم الأدوان لديها 500 مليون لديها 12 سنة أو 14 سنة 500 مليون كان لديها جريدة لديها لديها مليار على تحكوه و رح 10 مليار على الربرب لأنه اليوم هو هو في الحبس هو وسائل الإعلامية في عوض يسترجوا لنا وعمره ما كان راجل سير فيهم سيدة الزوز من بطحين للنظام أبواق للنظام نظام رخيص نظام ضعيف يستعمل في وسائل الإعلام بتاع رشوة وتاع فساد لأنه هو نظام فاسد لأنه هو بعد نظام فاسد وإلا إذا يستعمل وسائل الإعلام تدارت بدراهم الفساد وعليش ما تسيزيهمش وعليش ما تقلقهمش لأنك تحتاج لهم يا كعندك كل وسائل الإعلام اليوم راهي مدجة لا صحافت بدوروا كلها من الصحافة الإلكترونية للصحافة الوراقية للتلفزيون كلهم منبطحين يسبحون بحمد العصابة كلهم ولا يوم واحد يتفتح باب نقاش في قنوات تلفزية ولا يوم واحد تعبى الكلمة لصوت معارض للعصابة ولا شيء ولا يوم واحد تتقال كلمة حق يصرح الشعب الجزائري ضد العصابة كاش وش تديروا به جريت زيقوات ما عندها حتى قيمة ما عندها حتى ما عندها حتى مزيزي وش تديروا بها الأقل أنقذوا وجوهكم لما تحاكموا صاحبها وتزيدوا عشرة سنين أخرى وتنحيلوا الأملة كما نحيتوا تحدادوا وتحتحقوا وتحتحقوا وهما هو ما تنحولوش هؤلاء يديروا كما ملزين 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 اخرى قال كامال بوشي ملزين لا أسعر بك ما يديروا لا يرون ما يرون دعنا دخلوا موضوع آخر بعد جينغل نفتحوا كيف حدث براء البحار كيف يرون العصابة الفرنسية تنصية تبربر في العصابة الجزائرية في الحمد فيها شوفوها بعد